السورة دي اه حسام عشور اه حسام عشور انا انا كريم حسام عشور صعبان علي الختامة بتاعت مشواره مع الاهلي واحد من اعظم اللعيبة اللي جات في تريخ النادي الاهلي على مشوار تفويه ده ده اللي فعلا مستورة بقى صح طبعا حلو دي طبعا هو فعلا على مستوى الارقام وعلى مستوى الاداء والسبات والاستمرارية بس الاخر حاجة عارف انت المشهد الختام مش زي الفيلم كله اللي كان حاله اه شايف المفووض دي حسان ري محصام عشور الفترة الجاية محصام عشور مفووضي يعمل ايه الاهلي والاهلي يعمل مع حصام عشور ايه قشي نديت ال زبط او حصام عشور يعنى ما يعرفش حاجة في حياته غير النادي الاهلي oh و هو مرتبط بالنادي الاهلي ارتبط كبير جداً و حقق نجا Tesla وبطولات ما حدي محققها في التاريخ حتى على مستوى الارقام في старاء باتمنى ان شاء الله التوفيق في حياته اللي جاية وباتمنى ان شاء الله الامور يعني في النادي الاهلي بإذن الله تتحسن والامور تمشي بشكل كويس إن شاء الله أنا عاي في الناس في الاهلي حباق يباك كلهم بيحبوك وانت بتحبي حسام عشور جدا وحسام عشور بيحب الاهلي جدا ما شكيب أقولك هل محتاج حسام يبقى حسام يبقى يادر مع حاجة مع النادي الاهلي الاهلي محتاج ينده لحسام عشور هي تبقى في جزئية في النقطة اللي انت بتكلمت يا كريم خاصة بالمسؤولين في النادي الاهلي ورؤيتهم للموضوع فالأول في الآخر إحنا بره الصورة أدام انت مش في الموضوع هو بيبقى في وجهة نظر عند المسؤولي لو انت بره هتقول الكلام سهل دايماً نقول طول ما انت بره للحدث انت مش شايف اللي جوا يعني فحسام عشور زي ما أنا بقول لك من الناس الجميلة اللي اتمنى لهم التوفيق في حياتهم يعني والأمور أتمنى ان الأمور إن شاء الله تبقى في أحسن حال يعني